مساء الخير يحرص السياسيون على تجميع خبريات آخر العام وتكديسها ربما لتداولها بالفلك والتنجيم وضرب المندل التلفزيوني وجلب الغائب وفك المربوط ودفع الناس إلى القناعة التي ستفنى وبكل فخر فإن سياسيين سينافسون العرافين والطرفان كذبا وإن صدقا فآد السنيورة حايك يرمي في الأوساط الإعلامية نبأ يفيد بأن المبادرة مبروكة سعوديا وإيرانيا سمير جعجع عبداللطيف يزداد اشتعالا ويرفع ولاية ميشيل عون معززا احتمال ترشيحه للرئاسة لكن لا السنيورة صدق ولا جعجع اقتنع وكلهما يلعب أوراقا خاسرة فرئيس كتلة المستقبل أكبر العرافين والعارفين أن المبادرة هي منتوج أمريكي هدفه اصطفاف المسيحيين وتعاطف الدروز والسنة معهم وعزل حزب الله تاليا وإذا ما بلغنا هذه الواقعة نصبح أمام سيلان لعاب إسرائيلي بتصفيق حاد على نتيجة بلغت الهدف برمية من غير رام من هنا كان استدراك رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن نوابه ليحضر جلسة ليس فيها نواب حزب الله وعلى هذه الحصيلة يصبح الكلام عن تفاهم سعودي إيراني مجرد قراءة طالع يناسب آخر أيام العام أما الحديث عن التسويات الكبرى فإن أي تسوية من هذا النوع تجري بين القوى الفاعلة والمؤثرة وتستلزم قضايا كبيرة وأسماء كبيرة مصنفة خلافية كميشيل عون وبالتالي عون مقابل ماذا ساقطة إلى الآن كل الاحتمالات لأن لبنان ليس على جدول أعمال أحد من الأطراف الكبرى فإذا كان هناك من تفاهمات سعودية إيرانية أو أقليمية دولية بشكل عام فإنها ستتم تدريجيا على اليمن ثم سوريا فالعراق والبحرين قبل أن تصل إلينا والعملون على هذه الدول لم يخبرون بأنهم لا ينامون الليل قبل أن يطمئنوا إلى كرسي الرئاسة في بعبدانا ومسيرة التكاذب تسير في اليوم الأخير تسليما للعام المقبل إذ إن تهديد جعجع بترشيح عون الرئاسة ما زال في طور الابتزاز فإذا كان الحكيم جادا في خطوته فلماذا لم يسحب ترشيحه أولا ويعلن تنحيه لمصلحة عون ثم هل فكر جعجع في أن الحيلة قد تصبح أمرا واقعا بالتصويت ومن أقنعه بأن سليمان فرنجي نفسه لن يؤيد الجنرال ويسير مع كامل فريق الثامن من أذار في هذا الخيار عندئذ هل احتسب الحكيم النهايات وحتى لا نكثر الأسئلة الصعبة على المرشحين والمواطنين معا فلنبدأ بما يفيد المشاهد وينسيه عاما من الآلام السياسية والبيئة اصرفوا أنظاركم عن السياسة وخلوا عينكم على الجديد في يوم طويل سيكون ذا فائدة بمجرد أن تستبدل الألو بالجديد يوم ستتخلله انقلابات تشمل نشرات الأخبار والبرامج الصباحية وفقرات ما بعد ظهر بلوغا حتى الساعات الأولى من عام 2016 عشرات الملايين ممن تابعوا اليوم الأخير من العام المنصر وغدا التجربة تتكرر مع انقلابات أخطر ستدخل استوديوهات الجديد وتبعثر التقليد في يوم لكم بعدما كانت الأيام علينا أنتم مرشحنا الأول غدا فتمرنوا من الليلة ترجمة نانسي قنقر